أيضا سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن ثقافة البناء غير المأهول وقال أنه دي ثقافة عند البعض أنه يبني بيت من خمس أو ست أدوار وهو مش محتاجهم في الوقت الرهن لكن تظل الأدوار دي بدون تشطيب وغير مأهولة ودي بتكون استثمارات غير مفيدة في حين أنه ممكن يستثمر فلوس دي في مجالات تانية أفضل لكن لما يجي المطن من غير ما يقصد كل واحد بيلاقي حتة أرض يبنى عليها البيت بتاعه أو بنا بيته وخلاص طب بيت الناس دي هتعيش إزاي وأنا الكلام دي قلتوا قبل كده وأنا عايز أقول لكم على حاجة وأنا بقولها لكل المصريين وأرجو أن كنتوا تسجلوها كويس وتفكروا فيها كويس أنا شايف أن كل واحد معي إرشين الدكتور مصطفى بيعمل إيه يبني حاجة طب والله طب بدعوكم كلكم بما فيهم أستاذ الوزن الموجودين أمشوا على طريق الدائرة دلوقتي وبصوا على حجم العمار اللي موجودة وحجم الإشغال حجم إيه؟ الإشغال اللي فيها طب يا جماعة أنتوا يعني لو أنت معاك إرشين بتبني خمس ست دوار مش هتسكنوا أو هتسكن منهم دوار والباقي لا ليه؟ يعني فهمنا يا دكتور مصطفى المبلغ ده لو أنت حطوته في البنك ده حيوفر لك عائد مناسب أنت بتبني على الأرض الزراعية بتبني على أرض حتى مش بتاعتك لكن اللي بتبني على هذا مش هيجيب لك حاجة مش هيجيب لك حاجة وانا بقولكوا كده لأن يابدون دي ثقافة عندنا حتى في الريف تبني دور ودورين وهو مش يمكن مش محتاجه دلوقتي محتاجه كمان عشر خمس عشر سنة كان هيحتاجه لأبنائه احنا لازم نتجاوز الحتة دي النقطة دي كمواطنين كشعب